بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين والطاهرين أساتت الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقيكم اليوم بمحاضرة الكترونية جديدة تقيمها جامعة كافيل فبرعاية السيد رئيس جامعة كافية لإستاذ الدكتور نورس الدهان المحترم تقيم شعبة التعليم المستمر وبالتعاون مع كلية الهندسة التقنية محاضرة الكترونية بعنوان Skills of Writing Research Paper مهارات كتابة الأوراق البحثية يحاضر فيها المدرس المهندس ضرغام أيهم الشكرشي أستاذ ضرغام حاصل على شهادة البكاليوروس في هندسة عمليات التصنيع من كلية الهندسة الخوارزم جامعة بغداد 2001 وحاصل على شهادة الماجستير في علوم الهندسة من كلية الهندسة الخوارزم جامعة بغداد 2013 كما أن لديه الكثير من الخبرة الميدانية من خلال عمله في العديد من الشركات مثل شركة الواحل الهندسية شركة الغري المقاولات مهندس موقع في شركة أريبون الهندسية الأمريكية ومدير مشروع شركة سنة البر كما أنه مشارك في العديد من المؤتمرات الخارجية كما هو الحال في مؤتمر في جامعة توكيو 2017 ومؤتمر جامعة مانشستر 2019 وله مشاركة في إقامة معرضة لأجهزة الإلكترونية على هامش مؤتمر الكفيل 2016 وله بحث مشارك فيها أيضا كما أنه لديه العديد من البحوث المنشورة في مجلات محلية وعالمية أخواني قبل ما أترككم مع أستاذ درغام ومحاضرته أتمنى من جميع الحضور الأخوان بغلق المايك وغلق الكاميرا عدم الكتابة على الشات لأنه إحنا غلقنا الشات وإن شاء الله سوف نفتحه في آخر ربع ساعة من المحاضرة من أجل تنزيل رابط التسجيل المحاضرة للسادة الأفاضي للحضور وكذلك من أجل أخذ أسئلتكم حول الموضوع واستفساراتكم من الإجابة عليها أترككم الآن مع أستاذ درغام أيهم الشاكرتشي في محاضرة تسكلس أو كايتنك ريسيرتش في أبر فلتفضل مشكورا فضل دكتور أيهم سادة أيهم اتفضل أوكي دكتور السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناضقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى آله الطاهرين وللمكارم والجود اللهم صلي على محمد والآله محمد السيد رئيس الجامعة المحترم السيد مساعد العلمي الدكتور رنوال مساعد دكتور رنوال المحترم ألقاب الحضور كل من موقعه مع حفظ الألقاب حييتم مسامة بسم الله الرحمن الرحيم محاضراتنا اليوم إن شاء الله عن مهارات كتابة البحث العلمي بداية أنا أحب أن أقدم اعتداري ليس من منطلق أنه أعطي محاضر لحضراتكم وجلكم أساتذتي وأصدقائي أيام بكالوريوس والدكتور رنوال الماجستير لكن من بعض أنه مشاركة وتذكير في بعض النقاط التي هي لا تخطأ عليكم إن شاء الله وحضراتنا أحمدوكم جدا أسعدني بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربي يزبني علماً حقاً أن الإنسان دائماً في طلب مستمر نحو العلم اللي هو هاي العجلة اللي تلا تتوقفها من هذا المنطلق كانت فكرة البحث موالتنا حول كيفية كتابة البحث العلمي المحاضر رح تكون مقدمة بسيطة عن البحث وكذلك رح تكون وكذلك تصنيفات البحث العلمي وبعدين والمهارات التي يجب توفرها عند البحث العلمي وكذلك وبعض الإرشادات للكتابة مقدمة مالتنا عادة البحث يسم في تقدم عجلة العلم كما هو معروف عدنا عادة يعني الغرض من البحث هو المسامة في تقدم العلم عن طريق جمع ممنهج وتفسير وتقييم البيانات في شكل خطة عمل ولي كل مسؤول عن هاي العملية لكل مسؤول عن هاي العملية هو الباحث لكل مسؤول عن هاي العملية هو الباحث الغرض من المحاضرة مالتنا اليوم الغرض من المحاضرة مالتنا هاي اليوم التصنيفات البحث عادة تصنّث الى بحسب جمع البيانات حسب جمع البيانات حادة يأمّ يكون حسب جمع البيانات عادة يأمّ يكون عن طريق الملاحظة أو اجراء تجارب من التجارب نستحصل البيانات الي بعدين تناقش وتفسر حسب رؤية الباحث مالتنا وحسب رؤية الباحث أو عن طريق سبب والنتاج أو سببات الأشياء مع بعضها يأما وصفية تكون وصف النتائج وصف النتائج أو تكون شنو تكون النتائج تحليلية أحلل النتائج على أساس اللي صار أكورتك ترريشي شب والتايم إنهنا عادة تصنّر حول علاقتها مع الزمن يأما يعني رجعية أو أثر رجعي للبيانات أو مع الزمن أو 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 عن طريق شنو عن طريق أحداث ما تقضر حدثين الريتروس بكتب عادة تندولة جماعة الوكالات الفضاء اللي داي تدرسونه النجوم وحالته داما دراستهم بأثر رجعي ما كو حالة صارت قدامهم من درسوه إلا الغليل يعني من عدد والكروس سكشنال آخر هالكروس سكشنال اللي هي الآنية شون هسا داي صار عندنا احنا داي تقابعون تحديث بين فترة وفترة يجي عن الجائحة الحالية الدانعاني منها عافظكم الله فبين فترة وفترة تلقاهم بيانات فالجمعون البيانات لحظيا وقت بوقته أو رابعا عن طريق الوسط اللي انت عايش بي أو وسط البحث اللي موجود اللي احنا دان نشتغل لأما عن طريق طبي أو عن طريق مراجعة حالات معينة أو لابروتوري مختبري اللي هاي هسر حاليا عن كل شي بنلمسى بهاي الأوضاء أو أو عن طريق شنو عن طريق عن طريق التجارب الاجتماعية والبحوت الاجتماعية طبعا أكثر من تصنيف أكل البحوت لكن هاي العم الأغلب اللي ذكرتها أنا حتى لا أطيل من حضاراتكم ولا أخذ من نقط من حضاراتكم ولا نسف كثيرا في هذا موجودة في بعض المصادر سكيلز أو بكتابة البحث هس نجيدي المحور الآخر اللي هو مهارات كتابة البحث حقيقة هناك سبع مهارات رئيسية في كتابة البحث الأولى تحليل وتأكيد من مصادر البيانات تحليل وتأكيد من مصادر البيانات طبعا كتابة البحث تطلب شنو تطلب تطلب تحليل كل مصادر المعلومات مع بياناتها وترتيب المادة العلمي وتقسيمها وراح تقسم إلى شنو تقسم؟ تقسم إلى إلى موثوقة المصدر أو التسبيك وهات تنتي عن طريق شنو تجي عن طريق تجي عن طريق متابعة مصادر المعلومات شنو عدنا سيحنا هنا بالعران أنه نصنفنا المجلات إلى مجلات مفترسة ومجلات معتمدة مجلات المحتمدة أي من صنفناها إلى سكوبوس أو كونس الراتور بعدين صنفناها إلى كيو وين وكيو وثري وعلى أساسها قمنا ننطي ننطي درجة للبحث أو تجيب وتشكي الأسئلة حول موضوع مالتنا ملاحظة أو بداية إيجاد الحلول بالمشكلة أو البحث طبعا هو البحث عبارة عن شنو عبارة البحث عبارة عن مشكلة يما مشكلة لها حل أو مشكلة نريد نشوف لها حل يعني إيجاد مشكلة وإيجاد الحل مالتها مرات أنت تسبق الأحداث بالأحداث صار عدي فلان شي توجد مشكلة شنو مالتها ورغانيز أديا وثني وراها تبدي تهيئ معلوماتك وترتب معلوماتك حاول شنو حاول الهيئة المباشرة الهيئة المباشرة البحث اللي راح أنت تصدره طبعا البحث العلمي يختلف عن البحث الأدبي ويكل يختلف عن البحث الطبي كل واحد إلى الفورمات خاصة مالتها من أقصد الفورمات ما أقصد طريقة الكتاب لا أقصد تعالج هالدراسة السابقة وشون تعرض النتائج مالتك أكيد الفورمات مالتهم يختلف والاستشهاد يختلف بكل واحد أقصد براين استورم أرجع الأدوات وإن أقصد الأدوات 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 هنا مشكلة أنه أنت شون تبدي تفكر حول البحث مالتك وشلون أنه أنت تبدي تعانم المحل في العصف الدهني وإيجاد الأفكار الحقيقية وقد تكون تلاقح أفكار في هذه المرحلة تتعلم التويتر خاصة هذه المهارة الخاصة أو هذه المهارة خاصة طلاب الدكتورة طبعا وطلاب الماجستير وطلاب البحوث عادة هو الفرق البحثية اللي يسوي التيم وورب خاصة بهم هاي لكن أيضا خاصة بنا أنه نماراتها متصل رئيس بحثي أو عند الطلاب تريد تشرف عليهم فلازم يعني أكو قواعد للتعامل على هذا الأساس آخر شيء research paper writing expand your knowledge أنه البحث مالتك البحث مالتك عادة write expand your knowledge شلون يتوسع لدراك مالتك باتجاه البحوث وكيف تتحفظ على طريق تاركش مالتك البحث بدون يتوسع وتفقد أنت التوبك مالتك بنجي على أول رحضة analyze information source قبل نبدأ بأي بحث بأي بحث لازم نحن نبدأ نبدي لنبحث 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 مصدر المعلومات المهم ممكن لنجعل المصادر بعد تتحفظ التحفظ من المهم أن نبدي نهي المصادر اللي رح نحتمد عليها لأما تتصنفها لما تجمع عادة نحن لما نريد نسوي بحث نبدأ نجمع البحوث نصنفها الصندقين هذا الفيفر أحتاجها آخذة هذا الفيفر لا لا ما تتصنفها لا 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 بالعكس التوازيها قد تكون أفضل من عذا في بعض من الأحيان. لكن يما دخلت بهاي التصفيات؟ يعني التصنيفات العقل. فمو شرط. لكن أنا حجيت عن المتداول عندنا شون صنفناها. أوكي؟ ونازل نبدي نبتاهد عنها فأنت أيضا من تبدي تبحث تقول أنا أخذ هاي ديشتين حتي يكون بحث يوقينا ما اعتمد على ما اعتمد على شنو ما اعتمد على أسس علمية صحيحة. تحليل مصادر المعلومات والبيانات التي تحتويها وكذلك الترتيب مادة العلمية وتقييمها. أوكي؟ هي اللي واحد اللي راح تساعدك علشان هي اللي واحد اللي راح تساعدك حتى تتحصل على شنا على حتى تتحصل على وكذلك نفس الوقت ترتقي بالباحث مانتك يعني إلا خطوات أفضل. ديولوبك كوششي مانسي. هنانا لو واحد قبل لا يبدي يحط واحد قبل لا يبدي يخط نفسه ما حق الطلاب أو الباحثين. أوكي؟ يبدي هيئ الأسئلة. رأيتن يومورس أو بيبار. من هذا الطلاب. ستكون مانسي بحث كوشي مانسي. المسؤولة يقول أنه أنت تبدي تحط أسئلة وهالأسئلة تحتاج إلى أجوبة وأجوبة شافية كيف تتحقق المشكلة و تجد المسؤولة أفضل المسؤولة بعد أن تتحقق المسؤولة هي هاي المرحلة الرئيسية يعني حطيت نفسك محط الطالب بيديت تفكر بالأسئلة لازم شنو تبدي تختبر المشكلة اللي أنت حطيتها اختبار المشكلة شون يكون اختبار المشكلة عن طريق إيجاد حلول فعالة وناجعة باختبار أيضاً الحلول نفسها وزن الحل العقوة هو وزن الإيجابيات والسلبيات مافت الحل مافت أنا بنحط حل عادة شلون أحط السلبيات وإيجابيات عادة عقاقير الأدوية لما يحطوها كتبون عراض جانبية ومعراض للابيك هاي الحالات لازم لا تستخدمها بالدور أي مشكلة عندناها من نفس الشي أي مشكلة عندناها من نفس الشي لما نريد نحط مشكلة الكهرباء نقول عراض بلد نفطي منتج للغاز ماكو داعي نجيب شسمه ألواح شمسية ونجيب شسمه بدل ما ألواح شمسية خلني استفادة من الطاقة اللي موجودة عندنا وننشئ هاي المحطات أو بدل ما إحنا عندنا نتصدر الجسمة فهي وشن مضارها وشنو نبدأ على هذا الأساس نقيم على هذا الأساس نبدأ نقيم pros and cons إجابيات والسليات and you learn how to set a question and answer them in the right way وشنو نحط السليات والإجابيات ونفس الوقت how to set a question تبدأ هاي أسئلة and answer them in the right way وحط الإجابة بالطريقة السليمة المهارة الثالثة to focus on the key solution writing research paper is one of the most challenges هنانو مشكلة عندنا من التحديات هي فكرة البحث فكرة البحث مالتي هي من أهم التحديات اللي تواجهك انت شون عادة تبدأ التحدي مالتيك تبدأ التحدي مالتيك لما نتحط عدد من ال reviewing lots of articles documents and applications etc لما نتحط عندك الدراسات السابقة وتبدأ تناقش واحدة واحدة وشان تختار البحث مالتيك كيف تختار البحث مالتيك من ضمن هذا التخصص مالتيك أوكي writing research paper is one of the most challenges because it covers full concentration you need to investigate the topic يجب أن تتأكد topic issue المصدر الفكرة مالتيك باي رفيون شون تأكد تتأكد وتتحقق من مصدر الفكرة مالتيك باي رفيون the lots of articles مراجعة عدد هائل lots عدد هائل من المقالات والبحوث المنشورة أوكي والمستندات زين اتسدرا طبعا المستندات مرات بيانات ما الوزارة الكهرباء بيانات ما الوزارة الصناعة بالنسبة للهندسية بينما بالنسبة للطبية بيانات للشيسنات بيانات للا هيها document لأقصد هيها آنة هات تكون مواثقة أو صريحة أو أوكي وهكذا يعني للذكر لا للفصر أوكي تبدأ عن الفكرة الأساسية مانتب وعلى هذا الأساس تبدأ أنت انتهي الفكرة مانتب بحث مانتب وبعدين كتابة البحث راح تكون عندك سهلة لكن مع بداية راح تكون مرحلة صعبة لكن مع لايتها راح تكون زين شوية سهولة وتبدأ الحبات تكون يعني خطة عمل الإلكتر بالحياة أي بحث تلزمي عندك منهج ثابت تتعلم عليه أنت تتعلم عليه أنت هنا المشكلة ثابت البحث عادتين يهيئ متطلبات يهيئ متطلبات فهيئت البحث تكون صعبة بالبداية ليش؟ لأن نطفة ميليار ويت ما متعود عليها بالبداية زين؟ وتبدي شنو تبدي تبدي تعاني من بعض المشاكل زين؟ لكن ثم راجعت بحث التواجهات بحث التواجهات راح تكون شوفها مرورة راح تكون سهلة كلش خصوصا بعد ترتيب المصادر والاستشعاد بالاستشعاد بالاستشعاد مفيدة بالاستشعاد بحث التواجهات بحث التواجهات بحث التواجهات بحث التواجهات جما نقوم بحث التواجهات بحث التواجهة حما تتسرف كيف نسخ بحث التواجهة خطة الفكرة من أهم القواعد من أهم القواعد في أو من أهم المهارات اللي يعاني منها كتاب البحوث الناجحة قولين تلكها كتاب البحوث الناجحة يعني ذكرتها سابقا مرحلة الماجستير كانت المزارة هي أولا طالب الماجستير أو الدكتور لازم ينشر بحث أو بحثين مستلات كانت في حينها كتبت البحث مالتي مستلكا وراسرت حتى أنشرة و جاني رجبتت رحت مستحي من المشرف مالتي أستاذ الدكتور وسامة العاني رئيس المساعد رئيس جامعة فرداد فرحت بكتال الدكتور هي جي صارت حدة مشكلة آمي يعني شد مستحي كلش صراحة قال برغام طين البحث نطان البحث نفس النتائج ماتي رجح صاغة هو طبعا طريقة مشرف وراسل نفس المجلة واخذنا ونشر نافلة من قلت لدكتور يعني ليش نفس المجلة قال أول درسين إليك درسين إليك الدرس الأول أنه أنت كان مفروض ترجع لي بالمشرف وانت قبل تقول راح عنشر وتختار المجلة يعني كانت مجلة زينة يعني ثانيا أنه تعرف أنه المشكلة مو بالفكرة مرات مرات مشكلة شنو مرات المشكلة تكون بإنشاء مشكلة بإنشاء البحث ماتي كيفية تخراج الفكرة بصورة صحيحة فهو نفس البحث نفس المقالات قالي هو هدا درسين كانن إليك هسا learn to bring brainstorming original ideas بس هنا ما عدنا how to get the positive grade of research how to get positive grade performance شون تأخذ يعني البحث ماتي يحصل على نتيجة جيدة أو يحصل على graded jail البحث عندما تريد يحصل على بعض الجيد أولا نبتعد عن شنو تأخذ البحث من طريق الانترنية أولا راح تكون بحث هزيل ثانيا راح تحصل low grade زين writing papers on the regular basis you learn to bring creative ideas بشون تبدي أنت تأخذ ذكر منتق والنمط منتق كتابه منتق without stealing the thoughts of other authors بدون أن شنو بدون لديك أفكار مبروقة سابقا هذا واحد الثانية معتمدة معتمدة البحث عند بعض الجانعان لعنما أخذيها راح أصل على درجة قليلة أغضب إلى ذلك راح تكون لا سمح الله بعيدين عنها الأخوة أنه تكون تخضع على تخضع على قوانين الاستيلار يعني ليعرف واحد you will find out what consequences you may face if somebody's without a consent يعني يعني تحمل عوانقبها لما تجي نتيجتها أنه كلان البحث فكرتها متشابهة أو قد تكون لا سمح الله ما سوقها المهارة السادسة learn to follow the tutor's instruction هاي عادةً الطلاب البحوث الطلاب الماجستير والدكتوراه والمجاميع البحثية عادةً لازم يكون يتبع شو يتبع يتبع خطة المشرك أو يتبع التيمليدر ما في الجموعة البحثية ليش؟ لأن التيمليدر عادةً التيمليدر عادةً موزع المهام على شكل يعني sub-assignment ناطلف لا مهم ناطلف لا مهم ناطلف لا مهم وهم فريق كامل فكل واحد يعرف على أساس شغله بيشري أن واحد يكمل الثاني وعادةً البحوث هي تكاملية حتى المشرف ماتي لما يطيني باحث آني هو كانت عدة فكرة تكاملية سابقة فيريد يكمل عليها كل وقتك تتبع لتكتبع 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 بإمكانك تكتبع لتكتبع بإمكانك تتبع لتعلم أيضًا أهم أهم النقاش النقاش عادةً نقاش النقاش المقاش البناة ليس النقاش الجدلي لا سمح الله النقاش البناة هي قابلية مهارة موكل واحد يمتلككها حتى يوصل تتقبل الرأي والرأي الآخر During the process of writing You will have work in a team عادة If you listen to the recommendation And follow them You are likely To create a high quality of work عادة Team working عمل ناجح جدا و هذا يعني ما شجعت عليه الوزارة أنه أن تكون جميع رقبات بحثية بين الباحثين عمل ناجح جدا عمل ناجح جدا و الأخير عمل ناجح جدا للمعرفة مدارك توسع مدارك أو أفق الباحث ما هو بحث الجيد عندما البحث الجيد يعتمد عليماً يعتمد على كيفية معرفة البحث الجيد يعتمد عليماً على أولاً تحديد الفكرة توضيح ثانياً توضيح القارئ لماذا استحق انتباهك؟ بس أنا جيد زين كثير من النتائج تؤدي إلى فكرة البحث و أربعة البحث يطور مهاراتك في نوعية الأسئلة أي هاي شو أنا أعطى أنه هذا البحث جيد فائدة للقارئ نتائج موثوقة زين لأن النتائج عادة هي يعني سبب البحث معظوطها يعني ثالثاً رابعاً البحث يعني فائدة للباحث نفس أنه طوب من مهاراته في نوعية الأسئلة ما يستطيع أن تتكلم ما يستطيع أن تتكلم بسيارة الأسئلة من المهمة الأهم هذا أنه الفكر الرئيسي أولاً يجب أن تتكلم أكثر يجب أن تتكلم وقراء البحث مارتك سوف تتكلم الكثير من الأسئلة راح تقدير النتائج كلش كثيرة هاي النتائج كان لازم تكون مهمة وتكتب البحثين حسناً سوف تكون مهاراتك في الأسئلة سوف تكون مهاراتك البحثية في الأسئلة كما ترى كما ترى سورة أكاديمية 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 سوف تقتل كل مهاراتك سوف تقتل بسيارة أصبر بحجر واحد أول تحسين البحث على الطريقة تحسين في كتابة ثانياً تنين تعزيز المهارات بإمكانك بسيارة ومغيب بسيارة تغير المهاراتك عندما تتكلم بسيارة لا تشعر أيها وعاد ورا همين رأتقدم البحث ما قايد برشين رأح يصير بالموضوع ويروح البحث كل شي يعني بطريقة سلسلة هسا الجزء الأخير من المحاضرة مالتنا اللي هي إفكتيف 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 أولاً قاعدة إفكتيف إفكتيف قبلية على الإختيار أو تسميها عادة مرحلة الإختيار The first essential skill writing a research paper is the process of selecting your topic أهم شي أن تختار مالتك أهم شي تختار مالتك اختيار مالتك مهم جداً بطريقة بطريقة تختار مالتك تختار وتحديد نطاق العمل مالتك أوكي؟ ونطاق الجامل للطرار يعني شنو راح يهتم البحث أوضح هاي فكرة بصورة بسيطة حالة عادة حالياً البحث منصبر فقط على إيجاد بلنسبة للCOVID-19 أوكي؟ يعني هاسا كلها منصبة علينا على هذا فأي باحث يمشير بهذا المجال بهذا المطاق راح يكون الكل مهتمة أن تقرأ كل مهتمة أن تقرأ أن تقول why it is interesting وليش مهمة نقطة ثانية مصادر الطاقة البديلة اللي ما تعتمد على النقر الكل مهتمة أن تقرأ مصادر الطاقة البديلة حوار الأديان حوار الأديان ووصول إلى مجتمع يتقبل الآخر المختلف يعني مجتمع حالي مجتمع يعني عراقي زين هاي يعني من من الأنفاق اللي تجلب القطارة حادة ويقول why it is interesting gets your paper off-line ومن عندها راح يطلق البحث ماتك إذا كانت الفكرة عساس البحث ماتك صعبة أو لتلاقي صعوبة بالاختيار زين تيكتام تفاصل هذا يعني أخر وقتك ما مستعجل أنت حتى تطلق بحث أنت لا أهم شيء يعني الفكرة ماتكين هي حتى نرسل ويستن جوقت نرجع نفس الماتك أبلطي تأفالويت ورا ما اختارت البحث ماتك لازم هسة شنو هسة لازم هسة توضح لنقارق ماتك شنو توضح لنقارق ماتك شنو توضح لنقارق ماتك أهمية فاند البحث ماتك يعني مثال أهمية البحث ماتك يعني جدنا تأثير تأثير شرب الماء الصالحة فالاعتماد عادة يكون بها على البحوث ذات السمعة العلمية الجيدة fundamental whatever subject to your ability to think is really being graded find the most recent, most reputable, most current thinkers and theories in the circulation اهنا اوكي اختيار من المنابع الصحيحة الاختيار من المنابع الصحيحة مجلات ذات تصنيف عالي بحوث ذات تصنيف عالي وكذلك reputable سمعة جيدة جامعان ذات سمعة جيدة لازم تكون هي هانة منضمن شيء منضمن اختيارك للبحث اللي في نفس تخصصك عنده and theories that are in your circulation ability to evidence نفس المثال بربت عاني اللي هي الكونكوليوجين او مو الكونكوليوجين توضيح النتائج توضيح النتائج next step is to demonstrate that you can identify what a pieces of information are most relevant to your approach مرات عادتين عندما نكتب بحث مالدكتوراة او بحث مالدكتوراة او روح الدكتوراة او رسالة ماجستية تطلع عندنا مجموعة من النتائج ونقدر نستخص منها اكتر من بحث او بحثين تتبحوا مستلات نفس التخصص لكن شنو مجالات نفس التخصص لكن النقاط يختلف وعادة هي هاي يعني مثلاً ارجع احشي على نفس كفت ناينتين كل هذا تدرس حول شنو تدرس حول شنو تحول هذا الوباء العالمي لكن نازل تختص تأثيره افكت اون بلاد يعني ايا ضروب من البلاد هو يتأثر اكثر اوكي تأثيره عليهم تأثيره على الرئتين تأثيره على البرين تأثيره على الاحاسيس المستقبلية تأثيره على المدى بعيد وهي كلها تصب في هذا الموضوع لا تصب في هذا الموضوع مجالات تختلف كل البحث يحتوي على تحتوي على كالتحانات ويحتاج إلى اتخذ كيمانا كل بحث يحتوي على شنوكم كل 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 نطاق معين من البحوث أو مساحة معينة من البحوث تحتوي على عدد هائل من التفسيرات وطرق للحال وكذلك تحتاج زين حتى تحلل فأنت لازم تعرف تختار بحثك وتوضحه حتى تتعد عنه حتى تكون واضح أكثر حتى تحديد التشابه بينك وبين الآخرين وبين نتاج أنه أنا سويت بحث وفلان سوا بحث وفلان عانم التقوياي بهاي النقطة واثنياتنا طلعت نفس النتاج هانا مو كافي ليش اثنياتنا طلعت نفس النتاج وهو سابقك إذا شنو غرض من بحثك أنت كان إذا وصلتم إلا إذا كانت الفكرة مختلفة هنا يعني أيونيك observation grounded in research will get your really high mark your research should able to be draw original conclusion لازم عندك استنتاجات حقيقية خاصة ببحثك أنت الاستنتاجات اتفقك بعضها وجوء منها اتفقك معين هذا جيد لكن مو كافي جيد لكن مو كافي أي ملاحظات فريدة خاصة بيك grounded in your search موجودة بالبحث زي you will get really رح شنو رح تحصل على وهذا عدد من نسميه حنا الطاريح الدكترال أصالة أصالة البحث وبالرسالات نسميها شنو بالرسالات نسميها العفو بالفكترات نسميها نوظم أبطي آخر شيء الرودن أنه الفائدة الأخيرة أو تكون نازل عندك هالقابلية تستفاد من كل بحث أنت تسويه زين يعني أولا أولا لابد العفو أن شنو أن لا تنحصر في نقطة معينة و تظل تلتب حولها يعني لا تقع في هذا الفخ يجب أن تتبع في تغير المجال إلى تغير المجال إلى تغير المجال و ما يجب تلحصر في نقطة معينة عادن كل طلاب المجلسير والدكتوراه والباحثين ما لبنا بعد أن كان يدخل هذا البحث رح نحصر بس هذا المجال و هذا عليه برحوط قليلة و نشرين قليلين ما أخذ فكرة جديدة هو أوسع و ده مثل كل يبتعد عمن عن فخ كوايا الضيقة مثل من مثل خل نقول بحوث الهندسة الصناعية بحوث الهندسة الصناعية عادة كل مجالاتها مجالاتها تكون قليلة وباحثين هواية هنا رحصد تكون تخمة بها و صعوبة أن توجد لك منفذ حال بعض الباحثين يعني بعض الباحثين شي سوي يعيد نفس البحث بأكثر من فكرة يعني عنده تكنيك مرة يسويها بالنطر مرات يسويها بالنطر مرات يسويها بالكايوس مرات يسويها هي نفس المشكلة و يبدي مثلا قام يساون بالكايوس بالكايوس موجودة والكايوس موجودة والكايوس موجودة و توضح دائما البحث مالتك الفكرة مالتك زين ليش مهمة للمجتمع و كذلك في الدراسة بين القرآن و الوصول المهمة للمجتمع المهمة للمجتمع المهمة للمجتمع و هنا يمكنك خلال المهمة للمجتمع المهمة للمجتمع على الفكرة الأساسية من البحث للمجتمع ماهو رئيسي بدأت ما يجب من الباحث أن يتوسع مداركة بين ويكبر مع البحث ما نتروح أنا الشاتية هاي و المشرفين موالتنا الشاتية و المشرفين موالتنا ما نلتقي بعد أبسان و نشوف منشورات كثرة و نشوف منش اسمه راح تلاحظ أنه يعني كل ما زابط عملية البحث ما نتف كل ما تبدي شنو تبدي استقراءك للعمل الأكاديمي أكثر و لمقابلية إنتاج البحث بصورة صحيحة أعتذر عن الإطالة وأشكر حسن استماعكم و تواجدكم و يا أنا ألف شكر أستاذ ضرغام على محاضرتك القيمة أخواني الأعزائي الآن راح نفتح لكم والشات أو تريدون حتى تستجدون إذاعدكم أسئلة أو تحبون أن ترفعون أديكم حتى نفتح لكم الفرصة بالحديد الخيار إلكم إذا أكو أسئلة أخواني الأعزاء إذا أكو أسئلة أخواني الأعزاء هل أكو أسئلة أحد على محاضرة أخواني الأعزاء أحد هو رفاح عادي والمحاضر مع محدة يعني لا نستخدم الشسم أخواني الأعزاء عن طريق التشات في تحت لهم التشات كتابهم الإمكان الذي يكتبون أسئلةهم عن طريق التشات بدّت الآن التعليق قدّت لا أحضر أستاذ درغام أستاذ درغام أستاذ درغام أخواني العزاء أي أقول شوال درغام لا حالياً ماكو الحد درغام يشكرون من عندك جميع الأخوان كل الأخوان يشكرون من عندك على محاربتك شكراً لك شكراً ل adesso شكراً لنستعلم شkat جميعوا شعن ربهم سعين بهم أستاذ درغام شكراً لنستعلم أحب شكراً لنستعلم المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة شكرا جزيلا وفي أمان الله استودعكم الله أهلا وسهلا يا حبيب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا فيما الله